أهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم وجه خدم الحرمين شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أهل صعود حفظه الله بنقل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين أبناء محمد عبد الرحمن ووالديهما من جمهورية اليمن إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وإمكانية فصلهما أوضح ذلك معالي المستشار بالدوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أعكد الدكتور الربيعة أن هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني الشقيق هي امتداد لمواقفه الإنسانية رعاه الله تجاه المحتاجين من أبناء المملكة العربية السعودية والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع وأشار معاليه إلى أن خادم الحرمين الشريفين وجه بالاهتمام بالتوأم وتقديم الرعاية الصحية وسرعة نقلهما مبينا أن هذه المبادرة الكريمة هي استمرار لما تقدمه هذه البلاد الطاهرة مملكة العطا والإنسانية في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوأم السيامية من مختلف بلدان العالم ومن المتوقع وصول التوأم السيامي اليمني خلال الأيام القليلة المقبلة بما شئت الله